الأستاذ خالد كان بيسأل عن الآية في سورة الحجرات في قول الله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ فهو بيقول يعني التقوى يعني كل واحد حتى لو لم يكن على ملة الإسلام فكان من أهل التقوى حينطبق عليه هذا الكلام لو دققت النظر أخي الفاضل إنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما هي التقوى دي يعني إيه جاي من تقوى الله سبحانه وتعالى يعني اتباع أمره اتباع طاعته سبحانه وتعالى والتصديق برسله وبكتبه وختاما بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا